فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان نتساءل في هذه الحلقة ما هي الزاكرة الأزلية ما هي الحياة وما هي المعيشة ما هو الشفع والوتر هل للمسلم عطلة أسبوعية ما هو الكتاب المرقوم ثم ما هي أدعية المسلم هذه الأمور سوف نوضحها لكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان ابتسم فأنت مسلم البداية من قوله تعالى قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا البداية من الزاكرة الأزلية والزاكرة الوقتية كل إنسان فينا عنده زاكرتين زاكرة أزلية جاءت معه من قبل الولادة وزاكرة وقتية يستخدمها أو تنمو بعد الولادة ماذا يوجد في الزاكرة الأزلية الزاكرة الأزلية فيها معلومات مزهلة لكن لا تفتح معنا الزاكرة الأزلية الزاكرة الأزلية إذا فتحت سوف نعلم النشأة الأولى قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لا نتذكر أيضا فيها المعلومات الأساسية عن بداية خلق الإنسان قال تعالى أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا لكن لا نذكر يعمل إبليس الشيطان بالمصطلح الحديث كعمل فيروس لعدم فتح الزاكرة الأزلية إذا ابتعد إبليس عن الإنسان وفتحت معه الزاكرة الأزلية أو قسم منها سوف ينتج عن هذا الإنسان العجائب كمثال أورد القرآن الكريم عدة أمثلة عن أشخاص فتحت معهم الزاكرة الأزلية منهم يوسف عليه السلام يوسف لم يقربه إبليس مطلقا لماذا؟ يوسف من عباد الله المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إبليس يقولها صراحة لله منذ بداية الخليقة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن يوسف لم يقربه إبليس فالزاكرة الأزلية عنده تفتح فكيف؟ يوسف عليه السلام لم يفسر كان يؤول التأويل هي قول الحقيقة المطلقة بدون تفسير احتمالي يجوز الوجهين لذلك يعقوب عليه السلام أدرك هذه الصفة في يوسف وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وليس من التفسير فصاحبي السجن يوسف أيها الصديق نبئنا بتأويله فحينما قال أحدكما يصلب والثاني يصبح ساقي عند الملك تحقق أراد صاحبي السجن أن يغير رأيه فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنا أقول الحق لذلك في آخر صورة يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا الذي تفتح معه هذه الزاكرة الأزلية يستطيع أن يقرأ ما وراء الجدران فيوسف عليه السلام ما يأتيانكما من طعام إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما كان يعطي التأويل عيسى عليه السلام لم يقربه إبليس لماذا؟ لأن جدته دعت بهذا الدعاء لمريم وابنها وسميتها مريم وإني أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم لذلك عيسى عليه السلام كان يقول وأنبئكم ما تدخرون في بيوتكم العبد الصالح أو الخضر الذي قابله موسى عليه السلام فتحت معه هذه الزاكرة الأزلية فكان يقرأ الحاضر والماضي والمستقبل وكان أبوهما صالحا قرأ الماضي يقرأ المستقبل وكان وراءهم ملك أي أمامهم ويقرأ ما وراء الأرض أو ما خلف الجدران وكان تحته كنز لهما لكن نحن لم تفتح معنا الزاكرة الأزلية إلا في مجال الإيمانيات فكل إنسان لم تفتح معه هذه الزاكرة الأزلية لن يؤمن لا من قريب ولا من بعيد قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون لكن الزاكرة الوقتية ليس لها علاقة بالإيمانيات فمن كل الأديان ومن كل الثقافات نجد هناك مهندسون وأطباء وصيادلة لكن ليس لهم علاقة بالإيمانيات قال تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا إذن من قرأ أسلوب المحامة سيصبح محاميا من يدرس الصيدلة سيصبح صيدليا هذا ليس له علاقة بالإيمان وليس له علاقة بالكفر إذن ابتسم فأنت مسلم عندك قسم من الزاكرة الأزلية يعمل فدخلت في مرحلة الإيمان الحياة الطيبة والمعيشة الضنكة قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إذن ابتسم فأنت مسلم فلنحيينه حياة طيبة إذن الحياة دوما تكون طيبة بينما المعيشة تكون ضنكة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة إذن كل إنسان لا يسلم ولا يؤمن بشكل مطلق ويتمسك بهذا الكتاب العظيم سوف يعيش معيشة ضنكة ولو كان يسكن في البيوت الفخمة أو في الأساس الوسير إذن الحياة الطيبة تأتي فقط مع الإيمانيات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أما باقي الناس فهم يعيشون معيشة ضنكة لكل إنسان فينا أجلين ورد الموضوع صراحة بصورة الأنعام الآية رقم 2 وهو الذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده فكل إنسان يمكن أن يذهب بالقتل أو إذا أسأل الطعام والشراب والسهر يذهب بالأجل المقضى وليس بالأجل المسمى لماذا الأجل المسمى لا يؤخر بينما الأجل المقضى يمكن أن يؤخر فمثلا لا سمح الله إنسان في حالة إسعاف إذا أسعفناه وكان عنده أجل مسمى سوف ينجو ويعيش لكن إذا تركناه بدون إسعاف سوف يذهب لكن بأجل مقضى الموضوع واضح تماما بقوله تعالى عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لماذا وضع الاحتمالين فالقتل يتم بالأجل المقضى لذلك قال تعالى ومن قتل مظلوما لذلك القرآن الكريم أقام الدنيا ولم يقعدها على قتل أنسة بريئة لماذا نجد السياق إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت إلى أن يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي زنب قتلت لم تموت موتا طبيعيا بأجلها المسمى لأنها قتلت لو تركت بدون قتل لعاشت إلى أجلها المسمى نلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤخر إلى الأجل المسمى الذي لا تأخر فيه ولا تقديم قال تعالى في سورة يونس الآية 49 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بالأجل المقضى قال ولكن يؤخرهم نلاحظ كلمة التأخير ولكن يؤخرهم إلى أجل المسمى فإذا جاء أجلهم أي المسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لذلك الله سبحانه وتعالى حينما نجى إبراهيم من النار لأن له أجل مسمى لكن حينما جاء أجل إبراهيم المسمى لم يستقدم ساعة ولم يستأخر والآيات كثيرة منها مثلا في سورة نوح الآية رقم أربعة ويؤخركم نلاحظ كلمة التأخير إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لماذا بداية الآية يؤخركم يؤخركم من الأجل المقضى إلى الأجل المسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فالله لا يريد لأحد أن يقتل وأن يبتر عمره بجريمة القتل لذلك هذا هو ظلم ومن قتل مظلوما لذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ربها وليس أن تقتل فالله لا يأذن بالقتل لكن يأذن بالموت بالأجل المسمى ما هو التخوف في القرآن الكريم قال تعالى في سورة النحل الآية 46 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أيضا فدمدم عليهم ربهم بزنبهم فسواها ولا يخاف عقباها هل الله سبحانه وتعالى حاشا يخاف من فعل شيء التخوف على مراحل فالإنسانية حاليا في كل مدينة أو مدينة أو في كل قرية أو مدينة الله يأخذ الناس على تخوف في كل يوم يموت بشكل طبيعي عدة أشخاص لكن إلا سمح الله إذا حدث زلزال أو حدث إعصار أو حدث كارثة مثلا يذهب كمية هائلة من البشر دفعة واحدة هؤلاء أخذوا بأجل مقضى ولم يأخذوا على تخوف نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده معكم فقرات هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا بكم أعزائنا من جديد بقي من تساؤلاتنا في هذه الحلقة هل للمسلم عطلة أسبوعية؟ ما هو الكتاب المرقوم؟ ثم ما هي أدعية المسلم؟ إذا نظرنا في سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى لماذا وضع لنا سورة تسمى سورة الجمعة؟ لكي يبين لنا أن المسلم ليس عنده عطلة أسبوعية نلاحظ قوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس يكونون بالأسواق في البيع والشراء أن المحال التجارية مفتوحة وتعمل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لا تعودوا إلى البيت فالمسلم ليس عنده ما يسمى العطلة الأسبوعية هذه وردت إلى الثقافة الإسلامية عن طريق أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كان المعتقد في السابق أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه عمل ستة أيام ثم استراحى في اليوم السابع لكن الله سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لغوب أدنى أنواع التعب فحسب صورة الجمعة علينا أن نعود إلى هذه الصورة ونتأكد أن المسلم حياته كلها عمل حتى آخر ثانية من حياته أوضح ذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقال بما معنى الحديث الشريف إذا قامت القيامة على رأس أحدكم وبيده فسيلة فليغرسها مع أن القيامة قد قامت أي ليس عنده عطلة ولا يكون في يوم عطلة دائم ماذا يعني والشفع والوتر الشفع في الرياضيات يعني المسنة الوتر يعني المفرد فلماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بآية مستقلة والشفع والوتر ثم جاءت آية بعدها لتقول هل في ذلك قسم لزيحجر هل إنسان عنده عقل فكر بهذا القسم حاليا سبحان الله حينما عادت الإنسانية إلى الشفع والوتر الشفع هي صفر واحد حينما عادت الإنسانية إلى الصفر واحد هذا يشكل شفع زوج لكن هذا الزوج لا يحوي إلا وتر واحد أي يحوي الرقم واحد صفر واحد شفع يحوي وترا هذا يعود إلى المنطق الأساسي في التوحيد أي إما لا يوجد وإن وجد فهو واحد وطالما أنه يوجد فهو واحد حكما سبحان الله لذلك حاليا كل الأجهزة الحديثة من أجهزة الحاسبات إلى نظام رقمي إلى أجهزة الإنترنت كلها تعمل بنظام صفر واحد أي تعمل بالشفع والوتر فحينما عادت الإنسانية جمعاء إلى الشفع والوتر ظهرت كل هذه الحضارة وظهرت كل هذه الاكتشافات الإلكترونية لماذا ورد في صورة المطففين مرتين كتاب مرقوم ماذا يعني كتاب مرقوم أي كتاب يعمل بالنظام الرقمي بالمعنى الحديث ديجيتال فمعلوماتنا في السماء العليا تخزن بالطريقة الرقمية ربما بطريقة شرائح والله أعلم لذلك قال تعالى كلا في القرآن الكريم بمعنى حقا كلا إن الإنسان لا يطغى حقا إن الإنسان لا يطغى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم أي كتاب يعمل بالنظام الرقمي أيضا كلا إن كتاب الفجاري لفي سجين وما أدرك ما سجين أيضا كتاب مرقوم أي كتاب يعمل بالنظام الرقمي فلذلك كي لا تضيع أي معلومة إذا حفظت بالنظام الرقمي قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله سبحانه وتعالى بهذه الحلقة التي عنوانها ابتسم فأنت مسلم أعطانا أدعية في القرآن الكريم وأوضح لنا النتيجة من هذا الدعاء بذات الآية أو في الآية التي بعدها ننصح الإخوة باتباع هذه الأدعية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى فهي أدعية توقيفية التوقيف ما جاء من الخالق سبحانه وتعالى الدعاء من أجل إزالة المكر إذا شعر الإنسان أن مجموعة تمكر له وتخطط له في الخفاء عليه بهذا الدعاء بصورة غافر الآية 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ النتيجة فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا الدعاء الآخر لوقاية السوء والشر من البشر وغيرهم أن يقول الإنسان حسب ما ورد في سورة آل عمران الآية رقم 173 وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ النتيجة فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ دعاء كشف الغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في سورة الأنبياء 87 النتيجة فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ الفاء استئنافيا نلاحظ فورا الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء كشف المرض دعاء أيوب عليه السلام بسورة الأنبياء أيضا لآية 83 أَنِي مَسَّنِيَ الضُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ أيضا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ إذا الإنسان أهله بعيدين عنه ببلد آخر سيؤتيه الله أيضا أهله بهذا الدعاء دعاء لإنجاب الزرية في حال العقم الدعاء بسورة الأنبياء أيضا الآية 89 رَبِّي لَا تَزَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ الدعاء الطريف إلى الشبان العازبين أن يدعو بهذا الدعاء ستأتي العروس إن شاء الله فورا بسورة القصص الآية رقم 24 ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال تعالى وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ سُبْحَانَكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ أنت ربنا وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته اشتركوا في القناة